السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله سنقوم بشرح مادة محاسبة متخصصة للديبلوم. بالنسبة للمحاسبة المتخصصة هنتكاون لهم اول فصل بازن الله عن المحاسبة ذات الاقسام. وسميت بذات الاقسام لانها الشركة يوجد بها اكثر من قسم. قسم الانتاج قسم المشتريات قسم المبيعات قسم المالية قسم قسم قسم. اقسام كتير في الشركة. طبعا مش هنتطرق لجانب النظري. المادة كلها عملي. ما فيها نظري خالص. ان شاء الله هنبدأ على طول في الجانب العملي. اللي هو اللي هو الامثلة. طبعا اه في صفحة رقم سبعة عشر. الظاهر امامكم الثان رقم واحد. اللي تتكون شركة موسى للتجارة. اه من ثلاثة اقسام. او من اربعة اقسام. اه طبعا تتكون من طبقين. يدفع الاجار لكل الشركة. اجار مقر الشركة يدفع عشر تلاف. دونار سنويا. سياسة الشركة بدأت تقسم الاجار. الاجار. بدأت تقسمه انه سبعين في المئة بياخد الطابق الاول. لانه طابق الاول قد يكون اكتر من الثاني. والثاني بدأت ياخد الباق اللي هو تلاتين في المئة. اللي هو بصير مية في المئة. يكبر الطابق الاول 70% والثاني 30% حيث ان مساحة الاول 900 اللي ظهره امامكم في المثال والقسم الثاني 500 تمام يكبر الطابق الاول فيه فيه الطابق الاول فيه اللي هو قسمين او فيه اه الطابق الاول فيه قسمين قسم اول وتاني القسم الاول بياخد 900 والثاني بياخد 500 الطابق اللي بعده له طابق التاني فيه قسمين قسم بياخد 400 قسم 300 تمام يكبر عندك انت الان ايجار الشقة او ايجار المقر الشركة هذي فيها طابق اول وطابق تاني الاجار كله عشرة الاف دينار زي ما موجود في المثال الطابق الطابق الاول بياخد 70% من قيمة العشرة الاف والباقي بياخد الطابق التاني بياخد 30% تمام بالنسبة لا الطابق الاول فيه قسمين قسم الف وبا مثلا اللي هو بياخد قسم 900 و 500 من الطابق الاول الطابق التاني التاني فيه قسمين قسم التالت والرابع اللي هو بياخد قسم التالت اربعمية والقسم الرابع متين الحل بالنسبة هاي الحل امامكو اللي هو بده الان توزيع الاجار على الاقصى نصيب الطابق الاول من الاجار 10 تلاف اللي هو اجار كله ضرب 70% اللي هو قديش بسير اللي هو بسير 7 تلاف الطابق التاني بياخد بياخد 30% لعشرة ضرب 30 تلات تلاف او عشرة تلاف ناقص سبع تلاف اللي هو الاجار كله عشرة الطابق الطابق التاني بياخد سبعة بياخد تلاتة سبعة ناقص عشرة ناقص سبعة الطابق التاني اللي هو اجمالين تلات تلاف نصيب القسم الاول قسم الاول اللي هو 10 تلاف ايه سبعة تلاف اسف انو الطابق الاول في قسمين قسم اول وتاني قسم اول وتاني اللي هو قديش الطابق الاول اجاره سبعة تلاف اللي هو من العشرة سبعة سبعة تمام ضرب اللي هو قديش القسم الاول مساح تسعمية اقديش مساحة الطوابق كلها اللي هو الاول سبق اللي هو الارف واربعمية منه نجت الارف واربعمية عبارة عن القسم الاول تسعمية زاد القسم التاني خمسمية الف واربعمية اللي هو هاي هاي في المثال ها في المثال هاي القسم خمس هاي تسعمية وهذا زائد خمسمية هاي القسم قسم الثاني هاي هذا وهذا تمام بالنسبة للقسم اللي بعده اللي هو القسم الثالثاني سبعمية ضرب خمسمية لو مساحته على المساحة الكليه اللي ايه الف واربعمية الارف واربعمية قلنا عبارة عن خمسمية زائد تسعمية زائد الخمسمية تمام طيب القسم الثالث قديش بياخد الطابق التاني هو قسمين الطابق التاني التالت والرابع اللي هو بياخد تلات تلاف وتلات تلاف اللي هو هاي هاي تلات تلاف تمام تلات تلاف ضرب 400 ضرب على 600 ايش هاي ال400 عبارة عن هاي هاي القسم الثالث 400 طيب مجموعة القسم الثالث والرابع 400 زائد 200 لو 600 لو هاي 600 لو 400 على 600 200 وبعدين 300 ضرب 300 ضرب 200 مساحة الطابق الرابع على 600 لو مساحة المجموعة لو 400 زائد 200 هاي ال400 و200 اللي هو هذا تمام هذا هو الحل بسيط جدا امثلة بسيطة جدا بداش يعني شيء المثال التاني اللي هو ويعمل لدى شركة وسام لجهزة الكاربية موظف راتب قدش الراتب 300 حيث ان الشركة تتكون من ثلاث اقسام في عنده الراجل هذا 300 بد يشرف على التلاجات وعلى غسلاته التلفزيونات يعني محل فيه تلاجات لحال غسلات لحال تلفزيونات لحال وراتب الراجل 300 هيشرف على الثلاتة تمام مجموعة ساعات العمل الشهرية اللي بيشتغلها الراجل 260 ساعة موزعة كالتالي 100 ساعة لبيع التلاجات 90 ساعة لبيع غسلات و60 لبيع التلفزيونات والراجل بتريح 10 ساعة بتريح 10 ساعة تمام قديش ساعات الفعلية اللي بيشتغل هن الساعات الفعلية هاي هن الساعات الفعلية هاي هن الساعات هاي ساعة هاي 260 ساعة تمام قديش بتريح هاي 10 10 ساعات بتريح تمام الآن بدنا نشوف الساعات الفعلية اللي بيشتغل اللي هن الراجل لو 260 ناقص 10 الراحة لو مجموعة الساعات كل لو 260 ناقص لو 250 ساعة طب قسم التلاجات قداش بتاخد من اه من اجرته الاجرة كلها 300 300 300 قداش بدي ااخد قداش بيشتغل هو في الثلاجات هاي تلاجات ميت ساعة ميت ساعة لبيع التلاجات هاي ميت ساعة على 250 اللي هو الساعات الفعلية هادي 250 نشتغلها تمام اللي هو مية وعشرين اللي بعده الغسلات قداش بيشتغل تسعين ساعة الورات و300 ضرب تسعين على 250 الفعلية يعني تسعين قداش بتمثل من المتين وخمسين هادي ميت دينار بدي ااخد طيب الباقي اللي هو عبارة عن قسم التلفزيونات التلفزيونات قداش بياخد هاي التلفزيونات عشر ساعات راتب و300 ضرب قداش هادي ستين آآ آسف التلفزيونات آآ ستين ساعة ستين على متين وخمسين بتين وسبعين يقبلات بو 300 300 300 هدا بياخد ميت ساعة تسعين ساعة ستين ساعة على مجموعة الساعات كلها متين وخمسين تمام هدا بالنسبة للمسال اللي بدي قسم راتبه الان بدي قسم راتبه على عدد ساعات الفعلية بوكبو 300 للتلاجات وخسرها وتلفزيونات تمام اشرف على التلاجات ميت ساعة اخدت من وقته ورغس سالات تسعين والتلفزيونات ستين على عدد ساعات الفعلية دول اللي هو متين وخمسين مش متين وستين لهو هو صحيح متين وستين لكن في عشرة راحة نشوف اللي اشتغلوا بالفعل متين وخمسين وهدا السؤال ونتمنى للجميع التوفير